نعم مشاهدين الكرام ننتقل بكم إلى سليمانية حيث اجتاحت موجة ثلوج مركز المدينة لتتزين بالثوب الأبيض مراسلنا الشيار محمد عد لنا هذه الإحاطة الإخبارية نعم تحية طيبة يعني البياض سائد هنا في محافظة سليمانية هذه ليست الموجة الأولى لهطول الأمطار في محافظة سليمانية ولكنها الموجة الأولى التي تضرب مركز مدينة سليمانية كما ترون من خلفي يعني البياض يلبس ملتبس وكل أماكن البياض فيه على مد النظر هناك ثلج هنا في مركز مدينة سليمانية يعني هناك راحة أو نوعا من راحة خاصة بعد موسم جفاف كامل العام الماضي هناك راحة لدى المواطنين هنا وخاصة المزارعين والفلاحين بعد موجة الأمطار وأيضا هذه الثلوج أن تكون سنة 2020 سنة خير بالنسبة للزراعة أيضا في هذا المجال وفي هذا السياق مديرية المرور في محافظة سليمانية أعطت تعليمات صارمة وإجراءات صارمة حول عدم زيارة المرتفعات وخاصة جبلي قويجة وجبل آسمر لتكون السقيق أيضا في حدود محافظة سليمانية قضاء شارباجير أيضا منطقة حلبشة منطقة بنجوين على الحدود الإيرانية تم قطع العديد من الطرق الرئيسية أعطت تعليمات صارمة مديرية المرور بعدم زيارة تلك الأماكن زيارة المرتفعات من أجل تلافي حدوث أي حادث سير أو حادث مروري بالنسبة لي موجة هذه الموجة الثلوج أيضا كانت سليمانية سباقة في استقبال السياح كان هناك سياح كثر زاروا سليمانية من أجل التمتع بهذه الأجواء أجواء الجميلة الأجواء البيضاء هنا في حدود المحافظة أيضا بالنسبة لي قائم مقامية السليمانية وأيضا دائرة بلدية السليمانية أكدت وأن كل فرقها منتشرة هنا في حدود المحافظة خاصة في الأماكن المنخفضة يعني الجغرافية السليمانية مرتفعة ومنخفضة لذلك الأماكن المنخفضة هي الأماكن أكثر حدوثا للفيضانات أو السيول في المستقبل لذلك نشرت كل فرقها الميدانية في تلك المناطق خوفا أو التلافيا بشكل استباقي لحدوث أي حادث معين أو أي سيول معينة ويكونون قريبا من وقع الحدث أيضا بالنسبة لي تربية السليمانية فقط بالنسبة للصف الأول وحتى الثالث الابتدائي كان هناك عطلة من الباقي الامتحانات جارية مثل ما هي لكن يقولون أن في حال اشتدت العاصفة أكثر قد يكون هناك إغلاق أو تأجيل للامتحانات أيضا في قضاء حلبشة أو في محافظة حلبشة عفوا كل الدواء الرسمية تم إغلاقها في قضاء شارباجير هذا القضاء أصبح معزولا بسبب قطع الطرق الرئيسي الموادي إلى هذا القضاء بالمجمل هذه هي أجواء السليمانية أجواء البيض أجواء الثلج هنا في حدود محافظة السليمانية نعم